السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سوف تسمعون مفاجأة كثيرة وعجيبة عن عمر وكذبه ومؤامراته ومن الممكن تسبب جلطة وخصوصا لسنة الجماعة من القهر لأن حقيقة سوف تتعجبون لما تعرفون شخصية أخرى لم تخطر على بالكم ولا حتى على بال الشيطان كانت تحمي عمر لما صار مسلم أما بالنسبة للشيعة فيجب عليكم المتابعة إلى نهاية الحلقة ويجب عليكم نشرها على أوسع نطاق وخصوصا اللايك والتعليق دفاعا عن رسول الله والعترة الطاهرة وصلوات الله عليهم أجمعين ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتهاونوا في ذلك فالحلقة السابقة بينت وبالدليل القاطع ومن خلال تحليل الروايتين اللي في صحيح البخاري يوجد سر خفي وراء إسلام عمر والروايتان تصف عمر بأنه كان خائف ويرتجف وخاتل في بيته وإن الناس جاءوا لكي يعاقبونه على إسلامه ولكن بقدرة قادر ظهر أحد طواغيت قريش وهو العاصب نوائل أمام بيت عمر وجاء لحماية عمر وأيضا إن سادات قريش الطواغيت لم يعترض أي واحد منهم على هذه الحماية ولا حتى أبو جهل نفسه مع العلم إن إسلام عمر يعتبر خيانة من عمر إلى قريش لأن عمر كان الساعد الأيمن لأبي جهل في تعذيب المسلمين والتخطيط لقتل النبي صلى الله عليه وآله زين قد يسأل سائل ويقول صحيح ليش أبو جهل ما اعترض على الإسلام عمر ومثل ما تعرفون بأن أبو جهل وعمر هذان الرجلان هما الذان كلفتهم قريش بمحاولة قتل النبي وتعذيب المسلمين الجواب هو على هذا التساؤل اسمعوا هذه المفاجئة وطبعا هس كثير من سنة الجماعة إن جلطون شنو رأيكم يطلع أبو جهل أيضا قدم الحماية إلى عمر أيضا قدم الحماية إلى عمر حين أسلم عمر مفاجئة ليس كذلك عجيب أبو جهل هذا الكافر المعاند الذي أراد بكل الطرق أن يقتل رسول الله يصير حماية إلى عمر حينما أعلن إسلامه لا 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 ما أصدق هذا الكلام فأقول لا تستعجلون سوف يجيكم الخبر قبل كل شيء خلي في بالكم باتفاق الجميع إن النبي صلى الله عليه وآله أعلن الدعوة إلى الإسلام بصورة علنية في السنة الثالثة للبعثة بعدما كانت سرية وخصوصا بعد ضربة أسد الله الحمزة إلى أبي جهل هذا الكلام باتفاق الجميع ولا أحتاج إلى مصادر حينما نزلت الآية فأصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين سورة الحجر 94 هذا خلوا ببالكم لأن هذا الكلام مهم خليني أذكر لكم قصص إسلام عمر أدري الناس كلها عيدها قصة وحدة لإسلامها ليش عمر عنده عدة قصص والنوبة وحدة تختلف عن الثانية وهذا أيضا يعطينا عدة تساؤلات وخلينا نضع علامات استفهام كثيرة إن قصص إسلام عمر للذي يقرأها في مصادرها السنية البحثة يجدها متناقضة أشد التناقض سواء في الزمان أو المكان أو الكيفية قسم قالوا إن عمر أسلم في السنة الثالثة من البعثة كما جاء في طبقات ابن سعد الجزء الثالث صفحة 248 المعروض أمامكم عن أنس بن مالك الرواية الأولى خليني نشوف شي تقول خرج عمر متقلدا السيف فلقيها رجل من بني زهرة قال أين تعمد يا عمر يعني وين رايح قال عمر أريد أن أقتل محمدا فقال الرجل وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا فقال عمر للرجل وبدون مقدمات ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك يعني صرت مسلم فقال الرجل أفلا أدلك على العجب يا عمر إن ختنك وأختك قد صبوا يعني أختك وزوجها نسيبك صاروا مسلمين عمر من سمع هذا الكلام من الرجل ذهب غاضبا إلى بيت أخته وهجم على بيت أخته وضرب نسيبه ضربا شديدا وبعضيان ضرب أخته على وجهه حتى عدمها وبعد ذلك رأسا تنقل بالأحداث ويهدأ عمر وقال اعطوني الكتاب الذي كنتم تقرؤون منه يعني الآيات القرآنية وهي سورة طاها وهنا أرجو الانتباه أخته كانت تقرأ سورة طاها وهذه السورة نزلت في السنة السابعة وليست الثالثة وبعدين يبين معانا لكن خليني أكمل الرواية فقالت أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهارون قم واغتسل أو توضع بعدين قرأ بعض الآيات واقتنع عمر وقال دلوني على محمد فذهب عمر إلى الدار الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وكان على الباب حمزة سلام الله عليه بعض المسلمين فقال حمزة إذا كان عمر يريد الإسلام فخير له وإذا أتى إلى شيء آخر فإن قتله علينا هينا ثم أخذوه إلى الداخل فمسكه الرسول من مجامع ثوبه وحمائل سيفه يعني إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفسه عفس يعني خنق عمر وقال له أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة بعد ذلك قال عمر أشهد أنك رسول الله فأسلم وقال أخرج يا رسول الله يعني خليني أطلع انتهت القصة يعني صاحبنا عمر راد يهرب ويفلت من إيد النبي وبني هاشم وهذا هو ديدنة مجددة عليه دائما هو الهروب الحل الأول والأخير إله الرواية الثانية طبعا نفسها القصة ولكن بسند مختلف ينقلها لنا الإمام جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي في تاريخ مناقب عمر وصورة الكتاب معروضة أمامكم الباب الثامن في ذكر إسلامه يعني إسلام عمر عن مجاهد عن عبدالله بن عباس قال سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق وطبعا هذا اللقب بعدين نجي له فأجاب عمر قال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم شرح الله صدري للإسلام طبعا هنا لا اتقلت سيف ولا طلع يدور عن نبي ولا هم يحزنون إلى أن يقول فقلت أين رسول الله قالت أختي هو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم عند الصفة فأتيت الدار وحمزة وأصحابه جلوس في الدار ورسول الله في البيت فضربت الباب الجماعة خافوا فقال لهم حمزة شبيكم قالوا عمر فقال خرج رسول الله فأخذ بمجامع ثوبه ثم نتر عمر نترة فما تمالك عمر أن وقع على ركبتيه فقال ما أنت بمنتهن يا عمر بعد ذلك أسلم عمر وكبروا المسلمين سمعها أهل المسجد يعني الكعبة كل الناس اللي كانوا بالكعبة سمعوا التكبير ثم قال عمر يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا قال بلى إلى أن قال عمر ففيما الاختفاء والذي بعثك بالحق إلى نخرجا فيقول عمر فأخرجنا رسول الله في صفين صف فيه حمزة وفي الصف الآخر عمر يعني حماية للنبي حتى دخلنا المسجد يعني الكعبة فلما رأتنا قريش أصابتهم كعبة شديدة لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله يومئذ بالفاروق ما شاء الله شنو هاي الشجاعة من عمر يقول لك قريش من شافة عمر صار عدهم اسهال أدري يا عمر أنت ممكن تخاتل ببيتكم وترتجف من الخوف وهذا البخار اللي هو القرآن الثاني ما لكم يقول ينقل عن ابنك القصة طبعا ابن جوزي يقول وفي نفس الكتاب الباب التاسع في ذكر السنة التي أسلم فيها عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بأن عمر أسلم بالسنة السادسة للبعثة هذا ابن جوزي يقول أدري يا ابن جوزي مو بكلامك هذا يطلع عمك عمر يكذب على عبد الله بن عباس لأن اعلان الدعوة السنة الثالثة إخوان أرجو المتابعة والإزغاء لأن المتناقضات كثيرة والكذب كثير فأرجو الانتباه وتكملة الحلقة حتى تكون الصورة واضحة لديكم الرواية الثالثة في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني الجزء خمسة كتاب المغازي برقم 10453 كما في الطبعة المعروضة أمامكم عن الزهري وأقتبس لكم كان عمر شديدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المؤمنين بعدما أسلم قبله ناس كثير أن حدث أن أخته أم جميل أسلمت وعندها كتفا من القرآن تقرأه سرا وأنها لا تأكل الميتة التي يأكل منها عمر فدخل عليها عمر فقال ما الكتف الذي ذكر لي عندك تقرأين فيها ما يقول ابن أبي كبشة وأبو كبشة نوع من سخرية قريش لنبي وشتمه صلوات الله عليه وآله وهذا عمر يمثلها بالشتم والسخرية وأكمل لكم فقالت أخته ما عندي كتف فسكها يعني ضربها تعرفون عمر وغلطته فأنه جلواز من جلاوزة قريش ثم فتش البيت فوجد الكتاب الكتف ثم قال لها أخبروني بأنك لا تأكل طعامي لأنه كان يأكل الميتة ثم ضربها مرة ثانية فشجها يعني جراحها جراح بليغ ثم خرج والكتف معه ودعا قارئا ليقرأ له لأن عمر كان جاهلا لا يعرف القراءة والكتابة إلى فلما قرأ عليه تحرك قلبه حين سمع القرآن إلى فلما أمسى يعني صار المساء انطلق إلى رسول الله حتى دنا من رسول الله وهو يصلي ويجهر بالقراءة فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون سورة العنكبوت آية 48 وهي السورة رقم 85 وهي من أخريات السورة المكية وأجمع المسلمون بأنها نزلت في بدايات السنة الثانية عشر للبعثة وبهذا يكون إسلام عمر في السنة الثالثة عشر للبعثة إلى حتى سلم من صلاته ثم انطلق رسول الله إلى أهله فأسرع عمر المشي في إثره يعني راح وراء رسول الله حين رأاه فقال انظرني يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وآله أعوذ بالله منك يا عمر انتهى الاقتباس وبعد ذلك آمن عمر وأسلم هل تلاحظون؟ وكما قلت لكم بالحلقة السابقة كيف إن الرسول يستعيذ بالله من عمر حين رؤيته فكيف ينقلون عن الرسول صلى الله عليه وآله أن يدعو الله بأحب الرجلين عمر بن الخطاب وعبو جهل كما يسول فن جماعتنا بأنه رسول الله دائما يقول هي شيء وهو يستعيذ بالله منهما حين رؤيته لهم خليني أحلل هذه الروايات ما لطلع عمر شهل سيفة وهي عن أنس بن مالك أولا أنس بن مالك أسلم بعد أن انتقل الرسول إلى المدينة وهو من الأنصار وكان عمره عشر سنين يعني حتما للقصة سامحها ولكن لم يقل لنا من أين سمعها ثانيا ما اسم هذا الرجل الذي لقيه عمر وكيف عرف بإسلام أخت عمر وزوجها قبل عمر فإذا كان هذا الرجل غير مسلم وهو يعرف بأخت عمر فلماذا لم يخبر قريش بذلك وبالتالي يعذبونها هي وزوجها وإذا كان هذا الرجل مسلم فكيف أفشى سر المسلمين وهم قلة قليلة مستضعفة في قريش وإن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلن الدعوة بعد ألا يعتبر هذا العمل خيانا لله ولرسوله ثالثا من هذه الروايات يثبت لنا فضاضة وغلضة عمر وتهجمه على الضعفة وخصوصا للنساء وهذه أخته أدماها وأدمى زوجها وهذه صفة الإرهابيين حينما يتسلطون على الضعفة كما أن عمر كان بخيلا قذرا من خلال كلامه مع أخته وأكله للميتة بل وأدمى أخته لأجل ذلك رابعا أن عمر وحسب كلامه فقط أراد الخروج من بيت الرسول للهرب منهم وأن إسلامه من خلال هذه القصة لا تدل على أنه أسلم طوعا وإنما مضطرا إلى ذلك كما في الرواية الأولى خامسا أخته وزوجها كانوا يقرؤون سورة طاها وهذه السورة باتفاق الجميع هي مكية ونزلت بعد سورة مريم أي بعد السنة السابعة وقبل السنة الحادي عشر للبعثة فكيف يقول كما جاء في قصة ابن الجوزي بأنه أسلم بعد حمزة بثلاثة أيام وبعد ذلك اقترح على الرسول الخروج وإعلان الدعوة والرسول استجاب له ومثل ما تعرفون إعلان الدعوة العلني في السنة الثالثة سادسا بعد خروج عمر وذهابه إلى الرسول صلى الله عليه وآله سمع الرسول يقرأ آيات من سورة العنكبوت وهي السورة رقم 85 وهي من أخريات السورة المكية وأجمع المسلمون بأنها نزلت في بدايات السنة الثانية عشر للبعثة وبهذا يكون إسلام عمر في السنة الثالثة عشر للبعثة يعني قبل أيام أو أسابيع من الهجرة بمعنى أسلم عمر قبل هزرة النبي بأيام أو أسابيع وهذا أكبر دليل على المؤامرة التي أعدتها قريش لتتبع النبي صلوات الله عليه وآله والتجسس على المسلمين سابعا قام عمر برسم صورة في العذهان بكيفية الخروج وبأن قريش أصابها الكآبة لرؤيته مع حمزة وبالتالي أعطى لنفسه منزلة تساوي منزلة حمزة لكن ومثل ما أوضحت لكم وحسب صحيح البخاري في الحلقة السابقة بأن عمر كان خاتل في بيته والناس يريدون قتله لو ما العاصب الوائل يحميه والذي أخبرنا بهذا الكلام ابن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري الآن من خلال هذه الروايات من الكاذب عمر أم ابن عبد الله أم أنس ابن مالك لو عبد الله بن عباس لو البخاري لو غيرهم طبعا الجواب على هذا الاشكال العويص هو كالتالي إذا قلنا البخاري يكذب فإن كل دين سنة الجماعة سوف يذهب هباء منثورة وبهذه الحالة ما رح يبقى دين عدكم يا سنة الجماعة ليش لأنه كل دينكم ما أخوذ من البخاري وهذا عندكم قرآن ثاني إذن أصابع الاتهام كلها تشير إلى عمر وابن عبد الله لأن الروايات في صحيح البخاري صادقة ولا يجوز الطعن فيها فتكون الروايات الأخرى كاذبة ولكن حسب كتبكم تقول بأن هذه الروايات الكاذبة هي من مناقب عمر ومع ذلك أيضا كتبكم تقول عن روايات إسلام عمر بأنها متناقضة وهذا الدليل من كتاب مناقب عمر لابن الجوزي بتحقيق الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري الطبعة الأولى مملكة البحرين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يقول في صفحة 178 في الهامش وقد وردت عدة روايات في إسلام عمر ولم يثبت شيء منها انتهى الاقتباس وفعلا أردت أن أناقش السند فأنه لا يثبت ولمتن كذلك لكن رواية واحدة جاءت بسند صحيح في المعجم الكبير للطبراني كما تشاهدون أمامكم الجزء 25 صفحة 29 برقم 47 في ذكر النساء المهاجرات وهي ليلى بنت أبي حثمة الرواية تقول حدثنا حدثنا محمد بن إسحاق أخبرني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد العزيز عن أمه ليلى قالت كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا إلى في صفحة 30 فجاءها عمر وتحدث معها إلى ثم جاءني زوجي عامر بن ربيع فأخبرته بما رأيته من رقة عمر فقال ترجين أن يسلم فقلت نعم فقال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب انتهى الاقتباس وواضح أن عمر كان يتتبع كل شاردة وواردة عن المسلمين وكان يستخدم جميع الأساليب لغرض التجسس عليهم فإذا كانت الروايات الأخرى كاذبة ومتناقضة وهي كذلك وسوف أثبتها ومن كتبكم المعتبرة فلماذا يقولون عنها بأنها من فضائل ومناقب عمر كما نقلت لكم من كتاب ابن الجوزي واسمه اسم الكتاب مناقب أمير المؤمنين عمر ويصدعون رؤوسنا بها وبهذه الحالة من الذي وضعها لنا وما هو الهدف من ورائها غير تضخيم دور عمر لغرض التغطية الإعلامية على معامرة قريش وجاسوسها عمر ويعطائه قيمة في عقول الببغاوات والإمعات والجهل والمعاندين والناصبين لسنة الجماعة سواء رجال الدين منهم أو عامة الناس منهم ولأقرأ لكم رواية سوف تفضح نبيكم عمر وسوف تعرفون بالدليل القاطع بالمؤامرة التي عدتها قريش ضد النبي والمسلمين لغرض التجسس على النبي والمسلمين ومن ثم كيفية السيطرة على المسلمين والاستفادة من هذا الدين لغرض إنشاء إمبراطورية بقيادة قريش للسيطرة على الآخرين حالها حال كل الإمبراطوريات في العالم سواء السابقة أو اللاحقة كل من عدفت عذر معين وإنشاء إمبراطورية وبعدين يعتبرها فتشي مقدس جاء في كتاب كشف الأستار للحافظ نور الدين علي بن بكير الهيثمي تحقيق العلامة الشيخ حبيب الأعظبي الجزء الثالث مؤسسة الرسالة الطبع الأولى بيروت 1984 رواية برقم 2493 عن عمر يعني عمر يحدث عن نفسه وهذه الرواية تشبه الرواية الرواية التي دخل فيها عمر على أخته مرة أخرى وبعد الذي جرى من ضرب على أخته وزوجها يقول ما هذه الصحيفة يعني الآيات القرآنية فقالت له أخته دعنا عنك يابن الخطاب فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر يعني صاحبنا كان قذر حسب وصف أخته له وبعد ذلك ذهب عمر إلى النبي وهنا لاحظوا الاختلاف يقول عمر فقرعتوا الباب فما اشترأ أحد على فتح الباب تصوروا يعني ما كوا شي يخافون عده يرشفون رجف من عمر يعني الحمزة والآخرين خافوا من عمر وبعدين أخذوه إلى النبي وأسلم عمر فكبر المسلمون تكبيرا سمعت في طرق مكة وإلى هنا لم يقول بأنه خرج والنبي بينهم وهو من جهة والحمزة من جهة أخرى ماذا يقول في هذا الكتاب كل هذا الكلام لا يوجد في هذا الكتاب وإنما انتقل عمر بالكلام إلى قضية أخرى وأختبس لكم يقول عمر وقد كان الرجل إذا أسلم فعلموا به الناس يضربوه ويضربهم فجئت إلى رجل فقرعت الباب فقلت له أعلمت أني صبوت يعني صرت مسلم عمر يقول للرجال يا بتر أنا صرت مسلم بالله عليكم هل هذا الفعل صحيح شخص أسلم والنبي ما أعلن الدعوة والناس ما تعرفوا بعمر صار مسلم وقريش تعذب كل واحد يصير مسلم بحيث أولاد الطواغيث ما سلموا على نفسهم من التعذيب ليش يروح يدق الباب على شخص ويقول له أنا صرت مسلم هاي ما نعرفه وبعدين من هو هذا الشخص ولماذا ذهب إليه عمر فهل إن هذا الشخص له علاقة بعمر ولماذا لم يصرح باسمه وهل صرح باسمه ولكن تمت التعمية على الإسم يعني تمت التعمية عليه على هذا الإسم حتى لا ينفضح عمر خليني أكمل لكم فيقول فقال لي الرجل أفعلته قلت نعم فقال لي لا تفعل ودخل بيته وسد الباب ويقول فذهبت إلى رجل آخر وأيضا فعل عمر نفس الشيء وأيضا الشخص الثاني سد الباب فيقول عمر ما هذا بشيء فإذن أنا لا أضرب يعني عمر يريد أن يقول بأنه يروح يفتر على الناس ويصيح بأنه صار مسلم حتى يضربون الناس ويعذبونه ولكن الناس ما يضربونه أدري يا عمر أنت مو على أساس أنت قلت للنبي إحنا على الحق وطلعت وقريش شافتكم وصار كآب بقريش خليني أكمل الرواية لكم لأن هذا فيلم هندي مال عمر يقول عمر قالوا لي اذهب إلى فلان النمام وقل له بأنك أسلمت وهو سوف ينشر إسلامك وفعلا صاح النمام لقد أسلم عمر يقول فهجم الناس على عمر وصار بيناتهم عركة أضربهم ويضربوني فجاء خالي يعني خال عمر وقال ألا إني قد أجرت عمر يعني أعطاه الحماية يعني خال عمر أعطى الحماية إلى عمر لما أعطاه هذا الذي يقول عنه خاله الحماية الناس تركوا عمر ولكن من هو خاله هذا ولماذا لا يقول اسمه أم قاله ولكن تمت التعمية عليه أيضا بعد ذلك سنتبين ذلك طيب إلى هنا وخلصت القضية طبعا لا يقول عمر فقلت ما هذا بشيء يقول فذهبت إلى خالي وأمام قريش وقلت له جوارك يعني حمايتك مردودة عليك وبقيت أتعارك مع الناس حتى أظهر الله الإسلام شفتوا شون عمر بطل طبعا هاي الرواية هي عن عسامة بن زيد عن جد زيد عن عمر نفسه وبنفس الصفحة من كتاب كشف الأستار الرواية رقم 2494 عن نافع عن عبد الله بن عمر وهنا النقل عن ابن عمر يقول لما أسلم عمر قال من أنا من ناس يعني منه ينقل الكلام بين الناس فأتاه وقال له إني أسلمت فلا تخبر أحدا أتلاحظون عمر يمثل فيلم طبعا فورا هذا الشخص أذاعى إسلام عمر فقام إليه خلق من قريش فقاتلوه وقاتلهم إلى آن جاء رجل وأعطى إلى عمر الحماية يقول ابن عمر فسألت أبي من الرجل فقال العاصب نوائل هتلاحظون بنفس الكتاب ورواية ورواية واحدة عمر يتكلم إلى جد زيد والثاني عمر يسولف إلى ابنه ومرة يقول جاء خالي وإلى ابنه يقول له العاصب نوائل وين في الكعبة بينما ابن عمر كما قرأت لكم في صحيح البخار يقول كان عمر خاتل في البيت وجاء العاصب نوائل وأعطاه الحماية أدري مرة العاص يجيك وإنت خاتل ببيتكم ومرة خالك يحميك ومرة العاص يحميك وإنت بالكعبة وكلهين لأول مرة تعلن إسلامك وبعدين رديت الحماية ومرة تقول من أنطون الحماية أمنت ومرة تقول بأن قريش من شافتك لأول مرة أصابتهم الكآب ليش حبالكم إلى هنا وخلصت القضية لا أطعا لا تعالوا معي لنتبين من هو الشخص الذي ذهب إليه عمر وقرأ عليه الباب وقال له عمر بأنه صار مسلما وأقتبس لكم من كتاب لوامع الأنوار البهية للسفاريني كما معروض أمامكم طبعة المكتب الإسلامي بيروت الجزء الثاني صفحة 320 وأقتبس لكم وهي نفس الرواية بعدما أسلم عمر أمام النبي ينقل السفاريني ويقول وفي حديث البزار والطبراني وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل عن أسلم ونحوه عن عمر فكبر المسلمون تكبيرا سمعت بفجاج مكة فجئت خالي يعني عمر رجل خالة انتبهوا إخواني يقول عمر فجئت خالي أبا جهل بن هشام وكان شريفا فقرأت عليه الباب فقال من هذا قلت ابن الخطاب وقد صبوت قال لا تفعل ثم دخل وأجاف الباب دوني يعني سد الباب ثم ينتقل السفارين إلى مقطع آخر ولا يكمل القصة إذن بأن الشخص الذي لم يصرح به عمر في حمايته في الكعبة حينما طلب من هذا الرجل أن أمام أن يقول أسلم عمر فأنه أبو جهل نفسه ولكنه أسماه بأنه خالة للتمويه عليه هل تلاحظون الترتيب في كيفية إخفاء الحقيقة على الناس بواسطة الكذب والتلفيق وتلفيق الأحداث فهل لاحظتم تعدد الأمكنة والأزمان ولأقرأ لكم رواية أيضا حول جاسوسية عمر على النبي صلوات الله عليه وآله وأيضا هي من روايات إسلام عمر في زمان مختلف ومكان مختلف أيضا كما جاء في تاريخ الإسلام للذهب أجزء الثاني صفحة 173 عن جابر إن عمر قال مرب أخت المخاض ليلا فخرجت من البيت فدخلت في أستار الكعبة إلى أن يقول فجاء النبي فدخل الحجر فصلى ما شاء الله ثم انصرف فاتبعته فقال من هذا قلت عمر قال يا عمر ما تدعني ليلا ولا نهارا فخشيت أن يدعو علي فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال يا عمر أسره قلت لا والذي بعثك بالحق لا أعلننه هذا أيضا من أقوال عمر يعني صاحبنا ومن كلامه كان يتجسس ليل نهار عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن خوفه نطق بالشهادتين خوفا أن يدعو عليه الرسول هذا إذا فعلا كان نطقه وأناشق طبعا في ذلك ومن خلال هذه الروايات يتضح لنا بأن قضية إسلام عمر عمارة عن مؤامرة واضحة المعالم وبحماية واضحة من قريش إلى عمر وأن إسلامه كان غير مقبول عند كل المسلمين في ذلك الزمان وحتى نفهم الموضوع أكثر إن إسلام عمر وحسب كتب وروايات سنة الجماعة متناقض في الزمان والمكان والكيفية لكن ما هو الاحتمال الأكثر زمانيا في إسلام عمر؟ حسب الروايات كما جاءت في طبقات ابن سعد الجزء الثالث صفحة 250 عن جد أسام بن زيد قال كان عبد الله بن عمر يقول أسلم عمر وأنا ابن ست سنين طبعا هذا ابن يقول والروايات الواردة في إسلام عمر عن عبد الله ابنه أيضا كلها تؤكد ذلك وبما أن عبد الله ولد في السنة الثالثة للبعث فيكون التقدير الأول لإسلام عمر هو السنة التاسعة للبعث وليس الثالثة أو السادسة كما يدعون ودليل آخر إن الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب المصنف لعبد الرزاق صنعاني تؤكد وبشكل قاطع أن عمر أسلم قبل الهجرة بأيام قليلة جدا وأيضا روية في البخاري عن نافع قال أن الناس يتحدثون إن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبية إلى آخر حديث ابن نافع وهنا حاول ابن نافع تأويل كلام الناس من أسلم إلى بايع يعني ابن عمر بايع قبل أبيه عمر وهنا يا ابن نافع هل إن الناس لا تعرف الفرق بين البايع وأسلم ومن هنا يتضح جليا لنا بأن عمر أسلم حينما علم بأن النبي صلوات الله عليه وآله صمم على الانتقال إلى المدينة ونشر الدين وإقامة أسس الدولة الإسلامية وبهذا يجب على قريش أن تجعل لها جاسوسا متمكن ومراوغ بارع لغرض النفوذ إلى داخل صفوف المسلمين والسيطرة المستقبلية في الأحداث وإلى هنا أكتفي وأرجو المتابعة في الحلقة الآتية لإثمام الموضوع وكشف الحقائق لمؤامرة قريش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة